مجلس الإدارة والهيئة التعليمية والإدارية وطلاب وطالبات المدرسة بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول عن فئة مدارس قارة آسيا المشاركة في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل وأشار يسموه إلى أن الإنجاز الجديد للحركة التعليمية في المملكة هو تأكيد واضح على التطور التصاعدي الذي تشهده مملكة البحرين بعد إدخال الأنظمة والتشريعات التي ساهمت في انطلاق العملية التربوية والتعليمية نحو فضاءات واسعة من التطور والنماء الأمر الذي يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السديدة بالوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يعتبر الارتقاء بالتعليم جزءا أساسيا منها وأشهد سموه بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آنهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للجائزة والتي تعبر عن اهتمام دولة الإمارات بالابتكار وتبني الأفكار التي تساهم في دعم الطاقة المتجددة وأثنى سموه على الدور الواضح الذي قامت به مدرسة بيان البحرين من أجل المشاركة في هذه الجائزة الكبيرة وحرصها على تحقيق مراكز متقدمة وتمنيا للمدرسة المزيدة من التوفيق والنجاح في المستقبل